مرحبا بكم مشاهدين في هذه الجولة والتي سنناقش خلالها أبرز المواضيع المتداولة في وسائل العلامة التركية لهذا الأسبوع والتي كان من أهمها الاتفاق التركي الأمريكي على خارطة طريق بشأن منبج وتوتر العلاقات التركية اليونانية إثر منح الأخيرة اللجوء الانقلابي الخامس عشر من تموز حيث أدانت الخارجية التركية بشدة هذا الإجراء اليوناني كما سنقف أيضا على التراجع المستمر الذي يشهده سعر صرف الليرة التركية وأبرز التصريحات السياسية والاقتصادية بهذا الخصوص ولمناقشة هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو الصحفي التركي محمد يوسف أهلا وسهلا بكم سيد محمد أهلا بكم بداية سيد محمد لو تطلعنا على أبرز ملامح الاتفاق الأمريكي التركي فيما يتعلق بمنبج حيث توصلت اللجنة كما أعلنت إلى ملامح طريق أو خارط الطريق فيما يتعلق بمنبج ما هي هذه أبرز الملامح؟ طبعا هذا الاجتماع يأتي في مرحلة هامة جدا وهذا الاجتماع يأتي في ظل تجاذب تركي أمريكي في عدة قضايا وملفات الاجتماع الذي نعقد الأسباب الماضي والذي خرج ببيان يؤكد على التوافق على الخطوط العريضة لخارط الطريق حول حال أزمة منبج رغم أنه لم يكشف عن نقاط كثيرة إلا أن بعض المصادر التركية تحدثت أن الاتفاق الذي حصل في آذار مارس الماضي هو نفسه تم التوافق عليه مع إضافة بعض النقاط هذا التوافق الذي كان حصل سابقا يشمل خروج وانسحاب كافة عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وإي بي جي المصنفة إرهابية لدى تركيا وعبورها لمنطقة شرق الفراد دون أي تواجد لها في المنطقة الغربية كما أن هذه المنطقة ستخضع للإدارة من قبل أبنائها أبناء منبج من العرب والسكان الأصليين كما أنه ستكون مهمة حماية هذه المنطقة هي مهمة تقع على عتق كل من تركيا وإيران تركيا والولايات المتحدة ولكن هذه المرة لمسنا أن هناك تفاؤل حذر لدى الجانب التركي والمصادر التي تحدثنا معها التفاؤل بأن هذا الاتفاق ربما سيفتح صفحة جديدة في المنطقة في سوريا وفي التعاون بين البلدين ومكافحة التنظيمات الإرهابية ولكن الحذر هذا يأتي من تجارب سابقة للحكومة التركية مع الإدارة الأمريكية السابقة التي كانت قد خلفت بوعودها التي قطعتها لتركيا فلذلك تراقب هذا الأمر وربما الحسم سيكون في الرابع من حزيران بلقاء وزيري خارجية البلدين في واشنطن لكي يعلن عن التفاصيل كما فهمنا أيضا أن هناك ربما أكثر من مرحلة تتعلق بمنبج المرحلة الأولى ستكون خلال لقاء الوزيرين والمرحلة الثانية ربما ستكون في مرحلة ما بعد الانتخابات بعد انتهاء المرحلة الأولى من خلال التفاهم على المنبج إذن بحسب هذا الخطوط العريضة والاتفاق على خارطة الطريق هناك عدة مراحل سوف تتمر بها مدينة منبج وهي بعض منها سوف يكون قبل الانتخابات التركية والبعض خارجها ماذا عن الموقف الفرنسي؟ هناك حديث عن وجود قوات فرنسية أيضا في المنطقة هل سيشمل هذه الخارطة الطريق؟ هل ستشمل هذه الخارطة أيضا التواجد الفرنسي في منبج؟ أعتقد أن التواجد الفرنسي في المنطقة هو مرتبط بالتواجد الأمريكي على الأرض لأن أمريكا هي صاحبة القرار الأرض والتواجد الفرنسي هناك تواجد رمزي ربما تطمح فرنسا ليكون لها دور أكبر على الأرض ميدانيا ولكن هذا التواجد هو مرتبط بالموقف الأمريكي وإن كان الموقف الأمريكي يذهب بهذا الاتجاه فلا أعتقد أن فرنسا ستعارضه لأنه ليس لديها تلك الآليات التي يمكن أن تعارض هذا الاتفاق نعم بالنسبة لهذا الاتفاق على خارطة الطريق خارطة الطريق هذه هل تتوقع أن تكون هناك إعلان رسمي عن تفاصيلها وبدء لانسحاب ميليشيات الكردية من منبج بعد لقاء بومبيو بجاوش أوغلو في الرابع من حزيران يعني كل المصادر التي تحدثنا معها ذهبت بهذا الاتجاه وتؤكد بأن الحسم والتفاصيل والقرار النهائي سيكون خلال اللقاء الذي سيكون في الرابع من حزيران ربما قبل ذلك نشى التسريبات أو العمليات ولكن أعتقد أن القرار النهائي سيكون في ذلك التاريخ بين الطرفين خاصة أن هناك ملفات أخرى أيضا ستناقش على هذا الصعيد صحيح بالانتقال إلى ملف العلاقات التركية اليونانية وهو ملف شائك وحساس بالنسبة للدولتين ما بينهما من علاقات تاريخية وفي نفس الوقت ما بينهما من توتر تاريخي أيضا اليونان منحت حق اللجوء لبعض الانقلابين الذين نفذوا الانقلاب في الخامس عشر من تموز قبل عامين وقامت تركيا بالمقابل باعتقال جنديين بتهمة التجسس إذن هناك نوع من التوتر في العلاقات اليونانية التركية على الرغم من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية العام الماضي إلى أثناء ومحاولة فتح صفحة جديدة أيضا فيما يتعلق بالعلاقات بين يدين إلى أين تتجه العلاقات بين اليونان وتركيا في ظل هذا التوتر؟ بالأسف العلاقات التركية اليونانية خاضعة لمنظومة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي الزعماء البلدين يسعيان بشكل جاد من أجل حل جميع الخلافات من أجل إذلال العقبات التي تعترضوها من خلال خفض التوتر في منطقة بحر إيجا من خلال حل الأزمة في جزيرة قبرص والملفات العالقة بين الطرفين هناك جهد حقيقي من الطرفين ولكن العلاقة بين البلدين خاضعة لمنظومة الاتحاد الأوروبي وهذا يعني أن القرارات اليونانية الأسف مرتبطة بقرارات التي تتخذ في عواصم القرار الأوروبي نقصد هنا باريس، نقصد برلين، نقصد دول أخرى هذه الدول التي تعكس خلافاتها مع تركيا وتعكس أزماتها مع تركيا في علاقات اليونان مع تركيا نعرف أن اليونان عانى منذ سنوات من أزمة اقتصادية وبالتالي تكفل الاتحاد الأوروبي بإنقاذها مقابل أن يكون لها نفوذ على اليونان وهذا ما يؤثر على علاقات البلدين بالطبع تركيا تطالب باستعادة المطورطين بمحاولة الانقلابية التي جرت قبل عامين وكما فرنسا وكما ألمانيا تؤوي هؤلاء اليونان أيضا تؤوي الذين فروا إليها عبر مروحية في اليوم التالي لفشل المحاولة الانقلابية الجنديان اليونانيين اعتقلوا في الأراضي التركية وخضعوا لمحاكمة قانونية تركيا دولة قانون تتعامل بهذا الأمر ولكن موضوع التبادل الملفات أو حل هذه الملفات للأسف مرتبط بالقرار الأوروبي ولا أعتقد أن الفترة القادمة ستشهد تحركا إلا قبل جليء نتائج الانتخابات التركية وتغيير المواقف الأوروبية ربما بعد هذه الفترة نشهد بالفعل تغييرا حقيقيا إذا ما استمر حزب العدالة والتنمية في الحكم بالتركيا إذا ما استمر أردوغان في تزعمه للبلاد ونعرف أن تركيا أيضا إلى جانب الاتحاد الأوروبي في قرار الوقوف إلى جانب الاتفاق النووي الذي انسحبت منه أمريكا مؤخرا وبالتالي ربما هذه العوامل تساهم في تليين الموقف الأوروبي وتحسين العلاقات فيما يتعلق بالملفات العالقة هل تعتقد أن هناك اكتشافات كبيرة فيما يتعلق بالغاز حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط هل تعتقد أن هذه الاكتشافات والنزاع السيطرة على هذه الحقول حقول الغاز سوف تؤدي إلى التصاعد التوتر ربما بين تركيا واليونال سيما أن معظم هذه الخلافات سوف تكون فيما يتعلق بجزيرة قبرص وهي الجزيرة المشطورة إلى قسمين بين شمال قبرص وجمهورية جنوب قبرص إذن هل تتوقع أن يؤثر ملف الاكتشافات الغازية اكتشافات حقول الغاز على العلاقات أيضا بين اليونان وتركيا بحكم كون كل دولة تدعم فريقا في قبرص نعم لأسف أيضا هذه العلاقة في هذا الملف أيضا خاضع لبعض الأبعاد الدولية إسرائيل لديها مطامع كبيرة في المنطقة في شرق حوض البحر المتوسط وهي تسعى لأن تأخذ أو تسيطر على جميع الحقول هناك عبر التفاهمات أو الاتفاقات أو بفرض القوة ومنطق القوة وهذا أيضا جزء من العلاقات بين اليونان وتركيا سيكون متأثرا بفعل هذه العوامل ربما لو شاهدنا هناك تفاهمات إقليمية ودولية أفضل من خلال علاقات تركيا مع إسرائيل التي تراجعت مؤخرا بسبب ما حصل في القدس وفي قطاع غزة وأيضا العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أعتقد أن تركيا واليونان قادرتان على حل هذه المشاكل خاصة بأنهما جارتان منذ قرون طويلة وكل مشاكلهما لا يمكن أن تحل إلا عبر الحوار خاصة بعد أن أصبحنا في هذا العصر الحديث صحيح بالانتقال إلى موضوعنا الأخير في هذا النقاش وهو ملف الليرة التركية كلنا يعلم أن سعر صرف الليرة التركية تراجع بشكل كبير وتدهور وفقدت الليرة التركية كثير من قيمتها ما استدعى تدخل البنك المركزي التركي وقيام بعدة إجراءات وأيضا استدعى إدلاء المسؤولين الأتراك بالكثير من التصريحات أيضا فيما يتعلق بالاقتصاد التركي والناتج القومي التركي والتصدير ودعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخيرا المواطنين الأتراك إلى استبدال المدخرات التركية من العملة الأجنبية واستبدالها بالليرة التركية وحتى هناك كثير من الحملات التي خرجت لدعم الليرة التركية سواء كانت عربية وحتى سوريا أيضا ما صر هذا التراجع المريع للليرة التركية وما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة التركية لتدارك ذلك بالنسبة لانخفاض صرف الليرة التركية هناك عاملين أساسيين أترى بشكل كبير على ذلك العامل الأول يتعلق بعدم التصنيف الحقيقي للوضع الاقتصادي التركي من قبل مؤسسات التصنيف ونعرف أن هذه المؤسسات هي خاضعة لمجموعة من الدول التي تمتلك رؤوس الأموال والشركات التي ترى في الوضع القائم في تركيا ربما خطرا على مستقبلها ومستقبل المنطقة لذلك تسعى من خلال هذه التصنيفات ووجدنا ذلك من خلال خفض درجة تصنيف تركيا الاتماني رغم أن تركيا حققت نتائج كبيرة في النمو الاقتصادي هو الأول على العالم وأيضا زادت تصادرات ارتفعت عائدات السياحة الناتج القومي جيد يعني ليست هناك أزمة حقيقية بهذا المعنى إذن الأزمة هي أزمة سياسية أكثر منها أزمة اقتصادية من التتعلق بالاقتصاد التركي لأن الاقتصاد تركي يحقق خلال فترة الماضية قفزات كبيرة إذن ما هي أبرز العوامل السياسية التي أثرت في هذا التراجع وكان التراجع سريعا جدا كما ذكرنا العامل السياسي هنا برز لأنه يسبق فترة الانتخابات ومحاولة التأثير على صوت الناخب التركي الذي يعتبر الحالة الاقتصادية هي الشغل الشاغل والهم بالنسبة له فإذا ما كانت الحكومة غير قادة على ضبط الأسعار ربما تؤثر عليها وهذا الأمر وهذا الجانب السياسي استدعى الجانب النفسي لسعر صرف الليرة من خلال إقبال المواطنين لاستبدال الليرة التركية بالدولار ربما هناك مضاربات حصرت من أجل تحقيق مكاسب آنية هنا وهناك كل ذلك ساهم في هذا الموضوع أيضا العلاقات التركية التي تراجعت خلال هذه الفترة مع إسرائيل مع بللات المتحدة هناك أزمات تعديدة ليست فقط الموضوع السوري هناك مسئلة طائرات F-35 وهناك ملفات عديدة كل هذه اجتمعت وأثرت على الجانب النفسي الحكومة اتخذت بمجموعة إجراءات ولكن الإجراء الأكبر تخذه المصرف المركزي من خلال رفع سعر الفوائد وهو إجراء طبيعي تلجأ إليه جميع المصارف رغم أن أردوغان يعارض هذه الخطوة باعتبار أن لإسفاءات المواطن يجب خفض الفوائد وليس رفعها لكن المصرف المركزي تصرف باستقلالية وهذه المرة أردوغان لم يقل شيئا ولم يتدخل وترك المصرف يقوم بإتخذ الإجراءات المناسبة ربما هو شيء موقع لحين انتهاء الانتخابات ربما بعد انتخابات ستكون هناك سياسات واستراتيجيات أخرى فهذه العوامل كلها ساهمت إضافة إلى الدعوة لتبديل العملات الأجنبية إلى ليرة التركية في إعادة استقرار سعر صرف وإرتفاعها أمام العملات الأجنبية ضمن هذا السياق نفسي أيضا بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الليرة التركية خرجت بعض التحليلات من بعض المحللين والأكاديميين الإسرائيليين تربط انخفاض سعر صرف الليرة التركية بمسألة توتر للعلاقات وتأزم العلاقات بين تركيا وإسرائيل وأن هذا عقاب إسرائيل لنقل للحكومة التركية بسبب موقفها من طرد السفراء وقناصل الإسرائيليين من أنقرة وإسطنبول وكذلك موقف تركيا من القضية الفلسطينية بوجه عام إلى أي حتى ترى أن هذا الموقف دقيق أن إسرائيل ربما تكون تقف وراء هذا الموضوع ولسيما أن رئيس الوزراء التركي عبدالعلي يلدرم صرح بأننا نعلم تماما وبدقة من يقف وراء هذه الأزمان من المعروف أن الشركات اليهودية والتي تدعم إسرائيل تملك روس أموال كبيرة على مستوى العالم واللوب الصهيوني كبير وقوي جدا في أمريكا وفي دواء القرار في معظم الدول الكبرى في العالم لا شك أن هذا أثر وهذا الكلام دقيق ونعلم أنه بعد حادثة وين منت الشهيرة التي حصلت قبل سنوات أيضا شهدنا أحداث مماثلة من خلال تدهور العمر الليلة التركية أمام العملات الأجنبية وما حصل حاليا أيضا يرتبط بهذا الأمر وخاصة أن الرد الفعل التركي لم يكن متوقعا بهذا الحجم من قبل إسرائيل وأزمة القناصر والسفراء وإزلال السفير الإسرائيلي في أنقرة عن عمد كل ذلك أهانى إسرائيل بشكل كبير وساهمة باتخاذ هذا القرار وأعتقد أن تركيا إذا استطاعت أن تعبر بالانتخابات إلى بر الأمان سيكون هناك اتخاذ إجراءات أخرى ستساهم باستقرار العملة وستحسن من وضع العلاقات مع الدول الأخرى الصحفي التركي محمد يوسف شكرا لمشاركة تركيا معنا في هذا اليوم والآن ننتقل إلى الزمينة سوزان وفقرة معكم سوزان ماذا لديك اليوم في فقرة معكم؟ هشام سنتحدث خلال هذه الفقرة حول إجازة العيد الممنوحة من قبل الحكومة التركية للسوريين ما الجديد بخصوصها لهذا العام وماذا عن شروطها؟ مشاهدين بعض الفاصل إجازة العيد للسوريين في تركيا فرصة للقاء الأهالي فماذا عن الشروط والتسهيلات؟